اللي بيسموها بسوريا العامة بيقولوا عدس مر عليك المصطلحات لا لم يمر عدس يعني العين علوي ودال درزي والسين اسماعيلي الحكم بعد ثماني آذار 63 هكذا طب كيف اجتمعت هذه الطوائف مع بعض وشكلت هذا التحالف بينما أهل السنة والإخوان بالذات في غيبوبة أو بعيدين عن الحدث حتى الآن في غيبوبة مش بعدهم لأن هؤلاء كان اسمهم حجب البعث وحجب البعث استفاد من الموجة الناصرية والموجة الناصرية رغبة الشعب في الوحدة بين سوريا ومصر بل في البلاد العربية والوحدة بين سوريا ومصر كانت تنسي الإنساء الناس الاستبداد والديكتاتورية وما إلى ذلك والله يرحم استبداد عبد الناصر واستبداد الشيشكلي واستبداد الزعيم أمام الاستبداد اللي صار فيه ما بعد ويعني الحكم العسكري أيام الشيشكلي أنا أذكر عندنا صار فيه مظاهرة طلابية وقتل بعضنا فيها أخذوهم على سجن المزة ضربوا كل واحد كفين ثلاث وطلعوا هذا الحكم العسكري اللي كان موجود وهي الأحكام العسكرية اللي كانت موجودة فإذا بعد هالفترة طلعنا على أنفسنا شفنا حان الدنيا اختلفت بدأ يترسق حكم البعث أو حكم الطواف الناصريون سقطوا بعد فترة بعد مذبحة شديدة هنا رجعت مسألة الأرض اللي فيها شقوق يعني اللي يقول لك إنه الانشقاق بدأ في السبع وستين أو في الثمان وستين غلطان فيه اتجاهات فيه اتجاهات تريد تحالفات مثل التحالفات الحالية وفيه اتجاهات لا إحنا لا ينبغي لنا أن ندخل لعبة الحكومات وأن نمشي مع حكومة من أجل أن يسترد وضعنا في حكومة بهالجوهد نشأ تيار آخر اللي هو يسمى تيار مروان حديد طيار مروان حديد مروان رحمة الله عليه هو من أهل حما وأهل حما كيف يحكمنا الطوائف فضول لا يتحملون طبيعتهم لا يتحملون صاروا يجمع الشباب بهالفراق اللي كان موجود يعني لا تشغلوا لا قضية حلب ولا قضية حما ما زالت الأمور تسير بهذا الطريق حتى وقع الانشقاق يعني ظاهرة مروان حديد هي إفراز لإنقلاب 8 آذار 63 اللي جاء بالطوائف بالطوائف وإفراز أيضا يا سيدي لمسألة التجمعات اللي داخل الإخوان وكأنه في فراغ في فراغ بتشوف مدارس مختلفة من منطقة لأخرى في اجتهادات مختلفة يجمعها مثل أنا ما ذكرت لك وكان هذا الأصل في تطلعنا أنا ومجموعة من الناس إلى قصة أنه جماعة صوفية وسلفية ورياضية واجتماعية ومدري إيه الشكل لها يعني مش راكبة وجدتوها أنت أه أيوة أنا انتسبت للإخوان وعمري كما ذكرت لك 15 سنة صغير ومعلوماتي قليلة لكن فيما بعد الأمور يعني وجدتها غير معقولة كيف هذا حصل هل تأثرت بشخصية معينة في هذا المجال أم بفكر معين بقراءة معينة أنه أنت بسبب الخلافات التي كنت تراها أمام عينيك بدأت تعيد النظر نعم أنا أجيبك على هذا لكن هذا يدخل يعني كما ترى لكن يدخل عند الوضع في السعودية عند وجودنا في السعودية هذا سنأتي إليه لأن الآن نحن تقريبا في وسط الستينيات وأنت غادرت سوريا للعمل في السعودية في عام 65 تقريبا خلينا ناخد استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث من حيث بدأت تجهز للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله سعود